سؤاله معنا برات شايس وأليف وأخذوا عطف كنا نتكلم نتحدث عن ناصر سيء الله يا أخي مؤدب أنت فقلنا عنك شيء لو سمعته لن بهرت رضي الله عنك لا من إلا السوء يا رب اعفو عنه لا الله ذكر اللهك بخير الله يعلي شاهد تقول ماذا نقول ناصر إذا تحدث استمتع بحديث رفع الله مقارن ما عدد نقطع الله يعلي شاهد أي والله فذلك حتى الظهر المشاهد يستمتع معك والله يشوف هذا من أدبك عشان كنا لم ودي قاطعك أبوك تسترسل تروح الله يعلي شانك والله إني أحبك أولا وهذا من أدبك وأدب الغالي مازن وهذه إلا ما تقولها هي تأتي يوم القيامة ترى والله يجد هذه الفرح والسرور بعض الناس يوصلوا لك الفرح وبعضهم ممكن ما لقى طريقة صح أمس كتبت وأنا جاي من القصيم إلى الرياض بعد زواج حبيبنا عبدالبهاب كذا وقفت في محطة بعدين أقولك عليها يجب على كل مار من القصيم أو جاي من المدينة الرياض أو القصيم من الرياض يجب أن يتوقف عندها لنظافتها وجمالها وأنا أحب لسبريسو يا شيخ عشان كذا الخزان لازم تجيب فيه سبريسو عشان أجي وقف لما وقفت جمال المكان وروعته يعني خلاتني أقول أن هذا المكان يذكرك بالفرح وأن لا تقلق فقلت سبحان الله عدد الذين صوروا الشاشة لا يعلمهم إلا الله لكن الرسالة اللي جاتني أنا رح أطلع لك الكلام بحذافري حتى يكون يعني قلت فيها حتى لا تقلق شوف رسالة أمس وموجودة الآن على سنابي حتى لا تقلق لا تحرص على أن يحصل ما تريده الآن الآن سيحصل ما تريده في وقته المناسب بإذن الله والزمن جزء من العلاج والثمار إذا لم تنضج تضر وقفز درجات السلم يكسر الظهر أرسلت لي واحدة بعدها مباشرة أنا حطيت سنابثها يعني غطيت الإسم طبعا هذا باب الأمانة قال شكرا على الكلام المهدئ للأعصاب بعد بكاء استمر ساعتان هي ساعتين لا إله قلت وبهجني أن أكون سبب بسمة أو تخفيف ألم جبرك الجبار وقضى حاجتك ومن يقرأ ومن شهد ومن غاب فأنا مقصودي فقط أنه في زحمة الحياة ورمتها ومتاعبها كن بلسما نحن نخطئ كثير ونفرط لكن لا يكون على حساب مشاعر الناس ليكن ألمك أخرجه في وقته المناسب لمن يستحق للطبيب حتى نقضية أن المواساة والفض فضل كل أحد أنا ما أراها بعض الناس أصلا ما يصلح أنك تحكي له ماذا في جيبك فكيف أن تحكي له ماذا في قلبك يا سلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتي فيك أخواني يحسدونك على رؤيا فكيف بواقع لكن كيف يا عبد الرحمن نجمع بينها وبين قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث وفي الحديث الذي حسنه الألباني الألباني لأنها ألبانية استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان والحديث هو حسن الشيخ يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان أكتم عن من يريد بك الأذى الله واكتم عن من لا يفرح لفرحك وأما بنعمة ربك فحدث حدث من يحبك حدث من يأنس بك حدث الوالد والوالد وإخوانك وبعض الأصدقاء يستحقون لأن بعض الناس كلما فتحت بابا للأمل وقف دونه ليغلقه فاكتم بعض أهدافك لوقتها لما تتحقق هذا أمر ثاني أما أنه أول ما خطبها الخاطب تيجي تحكي لا تحكي لي وحدة تثق فيها للوالد وأكيدهم لازم يدرون أما يصير العالم كله تراني خطبت في تويتر يشاهدها مليون لما الخصوصية قوة فالناس لا تستطيعوا هدم شيء إلا تعرفه ترميد السارق لما يسرق يسرق البيت العامر المليء ما يسرق البيت الخريب لذلك لما شكت لما قالت يهود أنه ما يأتينا وسوسة قال نبي صلى الله عليه وسلم وماذا يفعل الشيطان في القلب الخريب لأن السارق لما يسرق يسرق بيت فيه جواهر قلب المؤمن الشيطان يأتي لقلب المؤمن عامر بالخير والإيمان وحب الخير للناس بارد رأى كرمك الله الله يساعد أما على عيني ترجمة نانسي قنقر